بسم الله الرحمن الرحيم الاسم أحمد محمد أحمد قاسم العامري الملقب بالطويل البلاد يلقبونه بالطويل من ماليد 1774 متزوج لدي أربعة أطفال ولدان وبنت حاصل على دبلوم عالي في تقنيات العمليات الجراحية من المعهد الدولي التابع للممتحدة في عدن أحمد رئيس لقسم العمليات في ما يسمى بمستشفى الصالح منطقة المزاح المديرية الفرق طبعا أنا من أوائل الناس المنظمين لثورة الشباب وكنا نلاقي مضايقات تهديدات من قبل الشيخ سيد غلباشا وأتباعه يعاز منه طبعا فلما جاءت قضية مقتل الجعوش وكوينت ساحة نصرة المظلوب العدين نضمينا لهذه الساحة نصرة المظلوم لأن هذا دم وريق وخاصة لما رأينا أن هناك تهاون تهاون من قبل القائمين على المدير المشايخ يعني كانوا مقولة ما يقتل الشيخ برعوين نضمينا نحن مع مجمل الناس الساحة هذه طبعا الشيخ كان غير موجود كان في صنعاء أو كان في الأردن ابنه كان تعبان نزل بعد جمعتين أو ثلاثة كذا يوزع سلاح هنا هنا قال ضحكنا كثيرا الآن وقت الجد طبعا أنا جلست راقت بالبيت يومين فرسل رسول لزوجتي مدرسة في المدرسة قريب البيت يقول لي تفرغ البيت على أساس يهده يهد البيت طبعا زوجتي جاءت لعندي للبيت تقول لي الشيخ أرسل رسول نفرغ البيت نجزع منه على أساس يهده حقنا بنت الحلال ما يشهدش والله يميك من يهد حجار الدنيا هي دانية قال وعدة طبعا من حق القرية مفجع قولت أقوم البس وأخرج اتقص الأمور بذجار قالوا إن الخبر صحيح إنه رسيخ أرسل طبعا وقوق كان مجهز عسكر لاختطاف ما ننقلش إتقال إنه مش جهة قانونية أنا طلعت لعندي الشيخ السلام عليكم يا شيخ أنا فلان بن فلان أرسلت رسول على أساس نفرغ البيت يهده قال لي يقول إنك تقول كذا وكذا وكذا وتنزل الساحة وكلو أنا بالنسبة لقول كذا كذا يا أيها لذنا آمنوا إذا أجعكم فاسقوا من البعين فتبينوا تصيبقهم والمجالب تصبحوا على محاولتهم ناديمين صدق الراضي أما نزل الساحة أنا من جملة شعب وبعدين يا شيخ أنا صلوا بس الشعارات ما عني شيش فلان ما عني شيش زعطان أنا بنسبة لي ما أتكلم كذلك قال لي خلاص بنسبة لك أنت تتوقف توقف بالسجن بالسجن الخاص وماشي نعمل لك ش قدود قيود يعني قيود حديدية أغلال سلاسل وأنا ش حقيق معك فيما بعد طبعا بزونا بالدجار تحقو العسكر للسجن طبعا أجيبه واحد زميل اسمه فيصل نعمان قدامي قد هو أخو قد تم اختطافها مننا طبعا أنا لو جي أوصف لك السجن هذا بغرفة أربعة متر في ثنين متر ونص أو في ثنين لها نافذتين عليها خطاطي من الخارج أول مرة أنا بصر هذه النافذتين أنا نتغلق من الخارج بتغلق ما نديش مثلا الليل ولا النهار كان نحن بالقطو المتجمدة الشمالي إلا بعد وحن نفتحونا نقول ستة شهر ليل ستة شهر يوم بالإضافة إلى وجود أربع بلوك على أساس أنه حمام من غير كرسي والله إن تعرضنا إلى عذاب نفسي ما قا وجدتش صور واحد خل لك الأكل وحن عشر واثناش وريحة البورز من الحمام بالغرفة هذه اللي هي أربعة متر أنت كيف العذاب النفس كيف تأكل هذا عذاب نفسي أنا ضليت أربعة أيام فبدأت ناديدنا نقول للشيخ يبصل لنا حال في الجهات القانونية المحبوس يظل أربعة وعشرين ساعة ثم يعرض على النيابة قال هذا عدو الجيش يشرط عليه يعملوا له قيود وركبت قيود من جملة أصحابي طبعا ظلت أنا بالسجن خمسة عشر يوم من تاريخ اثنين ألفين وطناعش إلى سبعة وعشرين في تاريخ سبعة وعشرين طبعا أتى الشيخ حميد ولده نجله الشيخ حميد صادق باشا على أساس قال أنا نزلت من صناعة هذه آخرية من السجن قال أنا كثر الله خيرك طلعا عند أبو الدار بينهم نقاش ما دريتنا له يقولوا لي فلان بن فلان يخرج قال الحمد لله أنا أصلا أحسك بالضيق بالسجن هذا بالرغم أن أنا ما كونك شا أستطيع أشتي أبصر منه غريم مو السبب لمو حبسك طبعا السبب نظمنا للثورة خارج قالوا لي طلع بعد الظهر أسلم على الشيخ قالوا لي كل البيض أغتسل لأنا سيجن حكة ما بوش في راش رجعت سلمت على الشيخ بعد الظهر قال لي يقول يا إخواتي يا إخواني ماذا جرى لكم ما جرى لكم قال ساكت قال جنون البقر جنون البقر جنون البقر يا شيخ طبعا أنا ما أقول له ذك ساعة طبعا التلفونة حقي بل زهم لعنده على أساس يقول نحن نشتغل بالإنترنت تراسل ولت أنا أغسرت لهم والجمعة أسبوع أروح لهم وهم قلوا مش وقتهم طلعت يوم جمعة الدور الثالث اللي عند الشيخ نقول يا شيخ الله يحفظك أنا خرج باقي بتحرف هنا تحقي مقاح رجوش قال لي عاد أنا شفرت راجع مكاتب المواصلات بسأل لمن تتصل لهم لما من يتواصل نقول يا شيخ أنا رقم أمي أبي أخي أختي جدتي أنا رقمي بالتلو هنا أشتي تصل لهم تواصل معهم بعد نقلي بيت يا أخي من الشعر يا ناطح الجبل العالي برأسه هون على رأسك لهون على الجبل يقلي مساه إنت إما إلا 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 أنا رقم سكت طبعا نزلت نصلي جمعة بساحة نصة المظلوم التصلي حاميد ابن قال لي أنا ضيفك اليوم أنا طبعا وانطلق بعد الظهر يا أخي إلى خليج الحرية ساحة الثورة بعب أما كناك مقابلة ذكرت لها كلما تعرض نظر له من الاختطاف وعذاب وأوصف السجن كيف كنا نعاني وكيف العاكل كيف الشرب كيف كيف العذاب النفسي الذي مرينا به خلال الفترة هذه من غير حجة لو كان بوا سباب عادي ما أبوش سباب يا أخي ما أبوش سباب كذا يعني ظلم طبعا بعد يومين داري الشيخ ابنه نجله الشيخ جبران باشا بالمقابلة هذه والتصلي وانا بالأذن يا دكتور أين أنت قلنا له بالأذن قل لي متعمل بالأذن من الشريقات قل لي لا تشل اشتعل قلنا له فين جي قل جل جلال دار قل كله لا أنا ما عاشي جيش قل لي وقل لك جي قلوا أنا بالنسبة لي مع جيش تعتقني انت قا بيأي الله بالأخرج ما عاشيش تعتقني ثاني مرة قل لي جي قلوا دي ضمال لي انك ما تعتقنيش تضمال لي قل لي بوجيه ما طبعا طلع لا هنا كن كخزين الناس يخزونوا للمغرب ينصرفهم أنا أقوم نصرف مع الناس يقول لي لك لس لساعة عشر ويدي للمحاضرة احنا ما عمين نشكذا احنا ما عمين نشكذا احنا ما عمين وانا قل له أيوة أيوة لأن الحالي أنا اليوم الأولى ثانية ثالث يوم رابع يوم أخذنا بالطاق من منطقة قصاح حاليا أنا طبعا بيتي مقابل بيت الشيخ مجاور لي لا مذاخرة وانا راكب فقط طاق مع البذلة يعني كانوا من أن هذا الشخص هذا يقولوا هالشخص هذا وحباس وذوقهم مع الشيخ مع ابو يعني كانوا من التشهير طبعا الرابع يوم أنا قال لي بمعنى الكلام بتريقي غير مباشرة ما قال أنا لو أشتي مثلا نشدي الخادم مئة ألف ويضيع فلا ما ضيعك وانا شي يهدر عنك مش ينفعوكش هو ذا حين يظن أننا الأخوات الإصلاحيين أنهم هم قال يستغلون لأغراض سياسية قال هذا يستغل لكم أنا داري أنا بههم وقال دخلك معهم يستغل لكم لأغراض سياسية وبعدين حتى لو قلتلك والله ما آه قال نصح يستغلون ويقول له ذيك السانة طبعا قال أنا ما بش حاجة تنفى المقطع دخلنا جامع بجامع بالدار طبعا أنا حست بنوع من التهديل وقل شدي الخادم مئة ألف وضيعني أنا نفيت المقطع أنا أبصر العسكر هناك هذا الأهلي هذا المعدل هذا كذا أنا خايف على نفسي ما يجو هال ونفيت وطبعا محالم الصورة يتوضح وانطلقت العمل خرجت أبدا ذاك جلسوا فترة هذي ما هدرش أنا أقول الأمور هذي مرائلة الآن واحد اسمه الأخ فيصل عملهم درس متى يخرج الأساس يتحرك أنا هون الحالي أنا طبعا اجتمعك بالثوار بمديرية العدن قلنا لهم نشتي ثورة للبلاد والعباد ما نشي يشبه هذا مع قضية مع الشيخ هذا نشتي ثورة نظل الآن مثلا أنا بمنطقة أبي يشتم منه مئة وستين الفرق بأساس قال له يشق لك طريق وقت الأزمة الآن اليوم يتصل أبي وقل الشارع هو الوالدة على أساس يشتي فرق من أولاده أنا هنا والله ما أكمير روح البلاد لأنه نتعرض اليوم مع التهديد من أرقام يعني يشتي منهم من ثمانين مغتربين ناس حالة ومتهم حالة يشتي شق لهم طريقي مشقوق عقبة كذا خاربة يشتي وينزل العسكر حقه بالصميل بالقوة والله بالقوة يجبرهم الناس والله ما يجدوا حتى الكسل بور ويجبرهم من ثمانين مئة ألف طبعا اتجهنا أنا والأخ فيصل بعد ذلك لا أبق إنه ما ينفعش لأنه أول شي مدير آمن المديرية متعامل معه ما بش فعدة لما تشتكى المدير عمل المديرية معه كل شي هو بالمديرية حتى بالنيابة بإب معه حتى بالمحافظة معه ما تصل حتى النيابة لو قل اتصال عنده وفلان جاء فتحق إنه ما خارج ينطلق صنع لأنه احنا تعرضنا يا أخي للظلم تعرضنا للظلم أنا أول مرة أتعرض أأسمع بوظلم بوظلك الأول مرة أنا أبصر الظلم على نفسي أنا إنسان متعلم يا أخي بعد ما بوش احترام إنسان متعلم يعني يعني هو بقصده احنا علمناكم كإنه صرف علينا من جيبه والله ما قحصلنا منه هذا شربتنا بس إدي كيباش للرأية للرأية الناس مواطني والله إنه يوزعهم يوم العيد إلى مسائل والرأوية ما يعيد والله يعيد بدجاج والله هنا بعضهم يعيد الدجاج وهي رب الكبش حق الشيخ طول السنة احنا عايشين بمنطقة مغلقة والله انا اتصور إلا احنا خرجنا نتعلم انا درسك بعدا وإلا احنا ثورة 26 ستمبر انا بتصوري لما شوف الدنيا مقاوس نتسل عندنا يا أخي طرعنا صنعاء طبعا نشوف حلان أنا الصراحة نقول ما شا سيبش حقي ما شا سيبش حقي اخي انا نتعرف للظلم على أساس نتجه حقوق الانسان نتجه الوزير الداخلية بالرغم نبو قضايا وبالأخص كنا وجهتنا إلى قناة يمن شباب لأن بما وجدنا أنها تنقل الحقائق المؤلمة في الشعب المظالم طبعا ف وحنا منتجهي من اب كنا قصتنا قناة يمن شباب صراحة لما كل البرامج حقه هاد في محاربة الظلم الفساد القهر العبودية وسمعنا أنهم يا أخي ما عبودية اللي عندنا هناك بالمنطقة بحجة ونتمنى هو الإعلام ونتمنى من قناة شباب أن تكون عاونة للناس لأن منطلق المسؤولية تكون عاونة لهم طبعا نتعرض للتهديدات نتعرض للتهديدات التلفونات وعلى أساس هناك نكون قريب للإعلاميين قريب للقنوات طبعا وخاصة قناة يمن شباب خاصة برنامج نافذة أمل هذا برنامج صراحة عجبنا وكنهم صممين على أن ننطلق بأي وسيلة حتى نصل للقناة هذه على أساس تكون عولا لنا لأن قضيتنا ما تمثلش قضيتي أنا ولا فيصل قضيتي أنا تمثل ربما ثلاثمائة ألف مواطن مستضعفين بالأرض طبعا من خلال البرنامج الهادف هذا من خلال قناتكم الموقرة والكريمة طبعا أنا أناشد أناشد إذا كان يسمعون أنا أكثر من ألف مرة وإحنا ناشد ناشد الأخ رئيس الجمهورية مشاري عبدالرب المنصور هذه ناشد الأخ محمد سالم بس رئيس مجلس الوزراء ناشد اللواء عبدالقادر القحطان وزير الداخلية وناشد النائب العام بتوفير الحماية أنا معرض للقاتل بأي لحظة بحجة أنه نكبر 16 وناس جو محجد ريما وغريم فنناشد هم على أساس يعني يوفر من الحماية برغم أنه موضوع وقضية كبيرة ونحن معذبين بالأرض ومصطعفين الشيخ يعني هو الدولة يقول طبعا هو نزل مرة من المرة قال أنا ما أمر من علي عبدالله صليح بالتصفية من بقية النظام الشيخ يجلس له شيخ متل ما بقية المشايخ يتعاون مع الناس يجلس شيخ بيته لا يظلم الناس لا يفرقهم لا يجبيهم لا يجبيهم لا يجعل العانية لا يخلهم يربوا أغنام ولا أبقر يخي هذا الناس مستضعفين بالأرض يجلس من جملة المشايخ بالبقية ويساحروا الرعية لكن عندنا ما فيش مع عشرة وذي جرد أصحاب اللي ينقلوا للأخبار فلان عمل فلان سبر وخاصة المنطقة قصاح اللي أنا منه منطقه مغلقة الآن مغلقة بالأسكر حقه الناس يشتو يتكلموا بس في خوف في جبل والله ناس كثير يشتو يتكلموا واسخافين من بطش الشخ هذا يعني هم بيعتقدنا أن الفوضى هذا اللي بالبلاس اشتضال 4-5 سنين ويتكلم كذا 6 سنين أنا الدولة أنا الدولة أنا أوجه رسالتي إلى رئيس نقابة الأطباب بالجمهورية للأخ وزير الصحة لأن صراحة بمكتب الصحان ده أنا فساد بأب حتى مدير عم السلحان أصدقاه والشيخ جبران حزنوا مع بعض معكم وكشنا أطلع أشتكيونك قال لي أطلع أشتكي والله هم أرضوك أشتكي لأن صحابه لأن هذا قوتي أخي أنا أقول لك قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة الحرية لها قيمة ولها وزن لكن في دولة يسود فيها القانون والمواطن المتساوية وتطبيق الحقوق والواجبات هنا تظهر قيمة الحرية لا تزال قضية الصحف اليمني عبدالله حيدر شائع تمثل انتكاسة فادحة لحالة حقوق الإنسان في اليمن نظرا لما تنطوي عليه من انتهاكات لأبسط الحقوق القانونية والإنسانية المكفولة بموجب التشريعات اليمنية والقوانين والمواثيق الدولية أنشأ العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تحالفا مدنيا لاتفاعنا الصحفي شائع ونظموا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والأنشطة أصطرت العديد من المنظمات والهيئة الدولية بيانات إدانة للحكومة اليمنية على استمرار التنكيل بالصحفي شائع من بينها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين وغيرها كما وجهت مؤسسة الكرامة في جنيف لداءة عاجلة لكل من المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز حرية الرأي والتعبير تلتمس منهما التدخل لدى السلطات اليمنية بشأن الصحفي عبدالله حيدر شائع وحمايته من التعسف وهنا نسأل لماذا لا يفرج عنه إلى الآن ومن وراء عدم إخراجه أترك الإجابة لكم وللتاريخ للتواصل مع البرنامج نرجو التواصل مع منظمة حماية منظمة هود منظمة مساواة اللجنة القانونية نلتقي بكم أعزائي المشاهدين الكرام في خير وعافية وأمن وأمان دمتم بخير وعافية موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة